نعم الحكومة السودانية مددت الأول لجنة العلية للطوارئ الصحية مددت حضرة تجول لعشرة أيام تستمر حتى التاسع والعشرين من هذا الشهر مع وصول عدد إجمالية الإصابات إلى ثماني آلاف وعشرين حالة إصابة واربعمائة سبعة وثمانين حالة وفاة استثنت هذه المرة الحكومة السودانية واللجنة العلية للطوارئ الصحية عددا من القطاعات المهمة كما سمحت للوزارات بعد أن تم منح العاملين فيها إجازة رسمية وفق تمديد حالة حضرة تجول سمحت للوزارات بتسيير العمل وفق ما تراه مناسبا ووفق من تختار لتسيير العمل داخليا وليس في التعامل مع الجمهور أيضا مع تمديد حالة حضرة تجول ارتفعت حالة التضخم وارتفعت معها معه الأسعار حيث تحاول الحكومة الآن السيطرة على جموح الأسعار حيث سمحت أيضا لتجار الجملة بالعمل في ساعات السماح للسيطرة على ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى أن هناك جهود أيضا صحية تجريها الحكومة وأيضا وزارة الصحة في ولاية الخرطوم وهي بورة تفشي المرض الأكثر انتشارا حيث أن هناك عدد من المراكز تمت زيادتها بالإضافة إلى تحسين الخدمة في عدد من المراكز وأيضا عللت اللجنة العلية الطوارئة صحية تمديد حضر التجول هذه المرة للسماح لوزارة الصحة لتحديد خريطة الانتشار في ولاية الخرطوم وهي الأكثر انتشارا نعم محمد